جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة خطورة أسقرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 412 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 17 مدرية أمن والسابق التهمون في العديد من القضايا أبرزها قتل، سلاح، مخدرات، سرقة وضبط معهم 235 قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة المتنوعة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات ضميات وبرسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 55 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال إسبوع 883 قطع السلاح ناري أبرزها 137 بندقية و85 بندقية آلية و42 مسدساً و618 فرد محل الصنع وطلقات نارية مختلفة الأعيرة وعدد 95 خزينة إضافة لـ 1582 قطع السلاح أبيض كما تم ضبط سلاس ورش لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 455 ألفاً و250 حكماً خضائياً بإجمالية 38385 متهماً من بينها وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 16 تشكيلاً عصابياً ضموا 46 متهماً قاموا بارتكاب 77 حادث سرق متنوع وتم كشف غموض 63 حادث متنوع ما بين قتل عمد سرق بالإكراه حريق عمد انتحال صفا وضبط مرتكبها بإجمالي 92 متهماً وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1470 قضية إدجار في المواد المخدرة ضبط خلالها 1598 متهماً وبحاوزتهم أكثر من 277 كيلو جرام من مخدر الحشيش وقرابة 266 كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 43.5 كيلو جرام إضافة إلى ما يزيد على 16 كيلو جرام من مخدر الاستروكس وعدد 44276 قرص مخدر متنوع هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 33 مليون جنيه تقريباً ترجمة نانسي قنقر